خالص. آآ بعد ما بقطعه كده بحط عليه ملح يصفي المية بتاعته خالص عشان يدخل في البرتمان ما ياخدش مساحة. ودي كده بقى بنحط له هريسة شطة فاصل طوم المحلول بقى بتاعه اللي هو المية المغلية بتزباطي بقى الملح لو محتاجات زودي ملح تاني. المهم يعني ان انا هعمله معكم وهوري لكم طريقتي فيه ودي طريقة مامتي وبيطلع حلو جدا. جيت بقى هنا كده على الموعين اللي على الصفاية دي عايزة شيلها بقى دي كانت بتتصفى. حاجات آآ كانت بتاعت الغداء على بلاستيكات برضو كنت عاملة فيها رز قبلها في يوم وكده فهشيل بقى كده كل الحاجات دي. هرجعها اماكنها علشان انا عايزة